مولانا كلنا يعلم لا طاعة لمخلوقين في معصية الخالق فماذا لو أمر رئيس العمل بفعل معصية كأخذ رشوة أو مثلاً يعني أمضي ومشي الموضوع مع إن الموضوع شرعاً ما يمشيش أو عديها يعني مثلاً واحد في مواصفات معينة مثلاً هيستلم حاجة معينة بمواصفات معينة ماذا لو يعني خالف ضميره وخالف أخلاقه وخالف يعني طاعة ربه سبحانه وتعالى إرضاءاً لرئيسه في العمل الحتة دي حتة دقيقة واستضمنا فيها بوقائع مختلفة في حاجات بينة فلو قال لي روح خد رشوة أرفض كلام ما فيش كلام كلام ما فيش وجهات نظر ما فيش شيء يحمل عليه اتفاق إن الرشوة دي غلط وإن الرشوة دي حرام أنا مش هعملها فما تعملهاش لكن كثير جداً مما عرض علينا في حياتنا كنت أنت اللي فاهم غلط لأنها ليها وجه تاني لأنها ما هياش كده ما هياش بالفاعان بتاع الرشوة رشوة دي مصيبة سرقة دي مصيبة كذا لكن لا ده أنا بعمل كده ارتكاباً لأخف الضررين فهنا بتأتي دور المناقشة يا مولانا دي ما هي غلط فيقولك لا مش غلط ما تخافش أنا عارف أنا بعمل خلاص تعملها لأنها صاحبة اتجاهات صاحبة وجهات نظر كثير جداً مما عرض علينا كان فيه وجهات نظر أما الحرام المحض المتفق عليه اللي كلنا عارفين إنه غلط يبقى ما تنفزوش أبداً ولو كان ده يعني يؤدي إلى إنهاء العمل نفسه لو كان عمل خاص أو كده إلى آخره وبنجري فيه نحن بنقف هنا موقف صلب لأنه كفانة سكوت عن الفساد وكفانة ولكن بعد ما نكون متأكدين مش بعد ما نكون نظن كده إنه دي من التقوى أو من الورع أو إنها حالة واحدة ترجمة نانسي قنقر